عقوبات سياسية واقتصادية وأمنية يواجهها لبنان جراء سياسة حزب الله وانخراطه في حروب إقليمية فعقوبات الكونغرس الأمريكي وبيان جامعة الدول العربية والحديث عن حزمة إجراءات خليجية جديدة ستتخذها دول الخليج بحق اللبنانيين يجعل من اللبنانيين العاملين في الخليج في حالة من الخوف والترقب وخاصة أن الأرقام تشير إلى أن حوالي 550 ألف لبنانيين يعملون في دول مجلس تعاون الخليجية بينهم 350 ألفا في السعودية وحدها وأن العائدات المالية تنهز 6 مليارات دولار سنويا فكيف سيكون وضع لبنان الاقتصادي في حال تصعد توتيرة العقوبات هناك حوالي 550 ألف لبناني يعملون في دول مجلس تعاون الخليجي وفي منهم 350 ألف بالسعودية يحولون ما يناهز 6 مليار دولار سنويا إلى لبنان الكطاع العام في لبنان سيدتي يوصف فقط 260 ألف موظف وفرصة عمل هناك بالخليج 550 ألف ماذا سنفعل في حال لا سمح الله تعررت تلك العلاقات وانعكست إلى لا سمح الله قرار ما بدي إلك حكومة لطرد اللبنانيين ما لا شك فيه أن لبنان يعيش حالة اقتصادية متردية نتيجة العقوبات الاقتصادية والسياسية السابقة أما الساحات اللبنانية اليوم فتختلف عن سابق عهدها والخوف من دخول لبنان في دوامة المجهول وتدهور سعر الصرف العملة اللبنانية أنا بأكد لك حنروح على انهيار اقتصادي شامل المصارف مباحة بتقدر تجي تغطي الليلة وانفجار اجتماعي لا سمح الله أما الوضع السياسي جراء هذه القرارات فلا يختلف كثيرا عن الوضع الاقتصادي فعلى ما يبدو أن الفراغ السياسي واضطراب الأوضاع السياسية الداخلية ستطغى في المرحلة المقبلة في حال استمرار الدولة اللبنانية في التماهي تحت عنوان التحرير والمقاومة لا تستطيع أن تكون الدولة اللبنانية دون سن الرشد يعني لا تدرك ما هي تبعات الإجراءات تتخذ على أرضها كذلك لا يمكن أن تقول الدولة اللبنانية دائما أنه سلاح حزب الله وأنشطة حزب الله يمكن تغطيتها بعنوان لا يمت لها بصلة يعني الاختباء دائما وراء حق لبنان بالتحرير وحق لبنان بالمقاومة لم يعد يجدي يعني الطريق إلى تل أبيب لا تمر لا بالرياض ولا تمر بصنعاء ولا تمر بأي عاصمة عربية ولا تمر بدمشق كذلك مجموعة تلك العقوبات الأمريكية والعربية والخليجية منها قد تصل نتائجها إلى ما لا يحمد عقبات تجاه لبنان واللبنانيين لبنان أمام أزمة اقتصادية تحدد بالإنهيار والخوف من أن تتصاعد وطيرة العقوبات الأمريكية والعربية والخليجية منها فيدخل البلد في دوامة المجهول من بيروت مايا هاشم أوريانت نيوز